بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزيزي الطلبة طلبة سنة أولى ثانوي اليوم شاء الله راح نكملوه مع من المجهري إلى العياني دائما مع المقادير المولية وكمية المادة إذن كمية المادة والكتلة طبعا لكي نتعرف على قوانين مستعملة لكمية المادة راح نديرو بعض التطبيقات إذن نبدأ بالتطبيق الأول عين كمية المادة الموجودة في مفتاح حديدي كتلته أم تساوي 3 جرام بحيث أعطيت لكم الكتلة المولية الذرية للحديد وهي أم تساوي 56 جرام بغمور طبعا هذه المعطيات دائما يمدهم لكم دائما يعطي لكم الكتلة المولية الذرية إذن نحلو التطبيق هذا إذن نحن نعرفو نعرفو أن الكتلة المولية هي الكتلة الموجودة في 1 مول من المادة ما معنى هذا معنتها في 1 مول إذن 1 مول من أي مادة تقابلها دائما الكتلة المولية إذن الكتلة المولية هنا يرا هي 56 إذن نكتبوها مباشرة 56 جرام الآن نحن نحن نوجدو كمية المادة الموجودة في هذا المفتاح بحيث يعني كتلته هي 3 جرام يعني دائما الكتلة نوضعها تحت الكتلة إذن نريد معرفة كمية المادة N الموجودة في 3 جرام إذن ندروا قاعدة ثلاثية ومن هنا نستخرج N إذن N تساوي ماذا؟ تساوي 3 في 1 على 56 إذن تساوي 3 قسمة 56 ورحين نحسبوها رحين نلقا 5.35 في 10 و 2 مول إذن ما هي العلاقة الموجودة بين كمية المادة وكتلة العينة والكتلة المولية إذن لحن نستخرجوا منا القانون التالي إذن كمية المادة N تساوي petit thème على grand thème يعني تساوي كتلة العينة إذن هذه كتلة العينة من المادة إذن كتلة العينة اللي هي بالجرام على ماذا؟ على الكتلة المولية إذن grand thème هي الكتلة المولية الوحدة التاحة هي ماذا؟ هي grand par mol 1000 من الوحدات والآن هي كمية المادة طبعا نحن نقوله كمية المادة أو عدد المولات نفسها عدد المولات الوحدة التاحة هي بالمول إذن أنا استخرجنا هنا أول قانون لكمية المادة الذي يتعلق بكتلة العينة والكتلة المولية للمادة إذن هذا بالنسبة للتطبيق الأول أنا استخرجنا القانون الأول الآن نحن نشوفه تطبيق ثنين إذن تطبيق ثلين إذن تطبيق ثلين لدينا الإيتانول C2H6O عبارة عن سائل كتلته الحجمية أرو تساوي 0.79 جرام على سنتيمتر مكعب ما هو الحجم الذي يشغله واحد مول من الإيتانول النقي وأعطيت لكم الكتلة المولية لبعض العناصر يعني الكربون الهيدروجين والأكسجين إذن هنا طبعا قريته في السنة أولى متوسط وفي السنة الرابعة متوسط قريته ما عندها الكتلة الحجمية اسميها أرو قلنا أن الكتلة الحجمية تساوي كتلة المادة على حجمها إذن كتلة المادة على حجم المادة إذن هنا مطلب مننا مطلب مننا حساب الحجم V ولكن هنا رحوا قبل نكتبه علاقة الكتلة الحجمية بالحجم إذن لدينا إذن لدينا لدينا أرو اللي هي كتلة الحجمية نساوي الكتلة على الحجم ولكن هنا عندنا الكتلة راه مجهولة والحجم راه مجهول يعني لازم أول حاجة قبل ما نروح نحوصه على الحجم مطلب مننا الحجم لازم نحسبه الكتلة منين نحسبه الكتلة طبعا من القانون الأول اللي خرجناه اللي هو كتلة تساوي ن ن ن نحسبه أولا الكتلة يعني كتلة العينة إذن قلنا كتلة العينة أم تساوي طبعا من القانون ن تساوي م يعني مننا هذا القانون دايما نسحقه مننا راح نخرجه الكتلة أم تساوي أم في أم يعني تساوي عدد المولد أو كمية المادة في الكتلة المولية طبعا تام الكتلة المولية تا الكوحول تا C2H6O إذن إحنا لما نحسبه الكتلة راح نعوذوها اللي هنا نعوذو هنا ونخرجو الحجم مننا إذن أولا لازم تكون عندنا الكتلة المولية للكوحول للإيتانون كيفش نحسبه الكتلة المولية طبعا الكتلة المولية لC2H6O تساوي تساوي الكتلة المولية للكربون المضربة في اثنين إذن نشوفو هنا حراك معنا constraints 2 في الكتلة المولية تا الكربون زايد 6 مرات الكتلة المولية تا الهيدروجين زايد الكتلة المولية تاكسجين إذن نعوذ معنا هنا 2 في الكتلة المولية تاكسجين هذه الأكسجون تاكسجون 0 10 2 18 في الكتلة المولية الهيدروجين هي واحد طبعا هذو يمدهم لكم في المعطيات زائد الكتلة المولية للأكسجين هي 16 زائد 16 طبعا هنيا لما نحسبو هذ الكتلة رح نلقوها 46 جرام باغ مول اذا هذه هي الكتلة المولية اذا لما نحسبو الكتلة المولية نجيبو اللي هنيا طبعا باش نحسب الكتلة الكتلة يساوي كمية المادة في الكتلة المولية كمية المادة مدهنة هي واحد مول اذا كي نحسبو الكتلة وش رح ندير بها نعوذها اللي هنا عندي الكتلة الحجمية ونقدر نحسب الحجم اللي هو الكتلة على رو اذا بهذه الطريقة نكونوا حسبنا الحجم اللي طلبوه منا اذا نكمل اذا نكمل هنا اذا عندنا كنا احسبنا الكتلة المولية ومنه رحوا نعوذو اذا نعوذو تولي عندنا اذا بعد ما حسبنا الكتلة المولية رحو نحسبو الام ام تساوي قلنا ان في الكتلة المولية طبعا الان عطوها لنا واحد مول نربها في الكتلة المولية اللي هي 46 طبعا هذي مول وهو 46 جرام اذا المول مع المول تروح تقعد لي جرام اذا الكتلة تساوي 46 جرام اذا هذي هي الكتلة الان باش نحسبو الحجم عندنا قلنارو نعود نكتب العلاقة يساوي على v ومنه نخرجو تساوي ام على رو وبالتالي v تساوي الام اللي حسبناها هي 46 رو اعطوهن طبعا الام 46 جرام حسبناها ورو اعطوهن 0.79 غرام على سنتيمتر مكعب هذا اللي قلنا من الوحادات شوفو معايا هنا غرام مع غرام تروح سنتيمتر مكعب تطلع للفوق معناها الحجم v تساوي اذا لما نحسبو البن نقاوه 58.22 ماذا؟ سنتيمتر كيب طبعا نحن على بلنا باللي سنتيمتر كيب هو نفس الميليليتر يعني نقدر نكتب v تساوي 58.22 22 ميليليتر هذه هي قيمة الحجم لحسبناها الآن رح نشوفو رح نتعرفو على الحجم المولي اذا ما معنى الحجم المولي اذا هنا الحجم المولي اذا كل هذه القوانين رح نسحقوها طبعا في سنة اولى سنة ثانية وسنة الثالثة ثانوي اذا الحجم المولي طبعا لنوع كيميائي غازي هو الحجم المولي هو الحجم الموجود في واحد مول من هذا الغاز اذا الحجم المولي هو الحجم الموجود في واحد مول من الغاز اذا الحجم المولي اذا الحجم المولي لنوع كيميائي لنوع كيميائي غازي لنوع كيميائي غازي قلنا هو الحجم الموجود في 1 مول من هذا الغاز من هذا الغاز إذن هذا هو التعريف الحجم المولي كيف نرمز للحجم المولي؟ نرمز له بالرمز Vm إذن ونرمز له بالرمز Vm إذن Vm هو Vm طبعا هنا الحجم المولي إذا قالوا لكم في التمرين يعني الشروط النظامية أو التجربة أجرية في شروط النظامية ما معنى شروط نظامية؟ هذا يعني أن الضغط يكون يساوي 1 أتموسفير ودرجة الحرارة هي 0 سيرسيوس إذن إذا كانت شروط نظامية فإن الحجم المولي تساوي 22.4 لتقمول ما عندها الحجم المولي في شروط نظامية هي قيمة ثابتة يعني ما شي لازم يمدلكم قيمة الحجم المولي في شروط نظامية؟ غير إذا ما قولكم شوش من الشروط؟ إذن إذا قيل لكم أن شروط راهي نظامية يعني أجري التجربة في شروط نظامية معناه أن الضغط يساوي 1 أتموسفير ودرجة الحرارة هو 0 سيرسيوس في هذه الحالة فإن الحجم المولي تساوي 22.4 لتقمول إذن كل هذه المعلومات راح نسحقهم في حل التمارين إذن نسجلوا هذه المعلومات قلنا إذا كانت الشروط نظامية ما معنى شروط نظامية؟ معنتها الضغط P تساوي 1 أتموسفير ودرجة الحرارة تساوي 0 سيرسيوس إذن درجة الحرارة تساوي 0 سيرسيوس هذا وش معنتها شروط نظامية؟ فإن قيمة الحجم المولي هي ماذا؟ هي V مولار تساوي 22.4 لتقمول إذن هذه قيمة ثابتة فقط في الشروط النظامية إذن إذا ما كانش علمنا شروط نظامية راح نيمدلكم قيمة أخرى للحجم المولي إذن هذا هو الحجم المولي طبعا هناك علاقة بين كمية المادة للغاز والحجم المولي إذن راح نتعرفوا على هذه العلاقة طبعا نحن كمية المادة عندنا مزيف علاقات عندنا في الحالة الصلبة في الحالة محلول وفي حالة غاز في الآخرة راح ندلكم يعني ملخص عليها الآن راح نخرجوا العلاقة الموجودة بين كمية المادة للغاز والحجم المولي راح نحلوا هذا التطبيق إذن ليكون V غاز حجم عينة من غاز مأخوذ في الشرطين النظاميين يعني من درجة الحرارة والضغط مثلا لو خذينا غاز الأكسجين ما هي كمية المادة المحتوى في 1.12 لتر من غاز الأكسجين مقاسم في الشرطين النظاميين طبعا لما يقولوا لكم مقاسم في الشرطين النظاميين قلنا ما هو الشرط يمندلكم VM واشتساوي يعني مباشرة تنتجوا أن الحجم المولي هو 22.4 لتر بار مول إذن الآن يعني باش نحلوا هذا التطبيق نحن نعرف أنه قلنا الحجم المولي هو الحجم الموجود في 1 مول من أي غاز معنا عندي إذن هنا نحلوا التطبيق عندي 1 مول من أي غاز يقبلوا دائما الحجم المولي وهو VM وVM وهو 22.4 إذن ولكن احنا وش حبينا؟ حبينا نوجده كمية المادة الموجودة في 1.12 لتر من غاز الأكسيجين إذن هنا دائما نستعملوا قاعدة ثلاثية قلنا 1 مول يقبلوا دائما الحجم المولي بما أن الحجم المولي هو الحجم الموجود في 1 مول من أي غاز إذن ما هي كمية المادة الموجودة في 1.12 لتر من غاز الأكسيجين؟ إذن هنا كمية المادة N تساوي ماذا؟ تساوي 1.12 1.12 في 1 على VM معناتها 1.12 نقسمها على 22.4 إذن قلنا في الشرطين النظاميين 22.4 وراح نلقى N تساوي 0.05 مول إذن هذا الآن تشكل تغاز الأكسيجين معناتها N O 2 إذن N O 2 هي 0.05 مول إذن ما هي العلاقة التي يمكن أن نستنتجها من هذا التطبيق؟ نستنتج أنه N غاز بصفة أمة N غاز كمية المادة للغاز ماذا تساوي؟ تساوي V غاز معناتها حجم الغاز حوليك حجم الغاز على الحجم المولي إذن هذه هي كمية المادة للغاز اللي نقدروا نستنتجوها طبعاً إحنا يا بالنسبة للغازات عندنا طبعاً عندنا هذا الحالة عندنا N غاز يساوي V غاز وعندنا كمية المادة للغاز كذلك باستعمال قانون الغاز المثالي إذن سوف نتعرف على قانون الغاز المثالي إذن إحنا نخرجنا العلاقات تعكمية المادة اللي نسحقوها نزيد وندروا قانون الغاز المثالي إذن قانون الغاز المثالي قانون الغاز المثالي لدينا علاقة واحدة وهي P V إذن شوفوا منح P في V تساوي N R T إذن هذه العلاقة لازم تكونوا حافظينها بالوحدات نتحها إذن P ما هو P هو الضغط الضغط وطبعاً الضغط يكون تكون اللي وحدة التاعو هي الباسكال وال V هو الحجم الحجم لا ننسى أن الحجم وحدته هي متر كوب وليس اللتر في هذا القانون حذاري إذن في هذا القانون الحجم هو بالمتر كوب والآن هي بالمول إذن كمية المادة قلنا كمية المادة أو عادة المولات تكون ماذا؟ تكون بالمول الغاز عنده قيمة ثابتة وهي 8.31 و T درجة الحرارة إذن T درجة الحرارة طبعاً ما لا ننسى أنه درجة الحرارة إذا كانت بالسلسوس لازم نحولوها الكلفن إذن هذه درجة الحرارة وحدتها هي الكلفن إذن كيفش نحولو من السلسوس الكلفن إذن مثلاً عندي عشرين سلسوس وش لازم ندير باش نحولها لكلفن نزيد لها 273 باش نحولها لكلفن معندها درجة الحرارة بالكلفن ماذا تساوي؟ نساوي درجة الحرارة بالسلسوس نزيد لها 273 وتعطي لكم يعني هذه القيمة تعطيها لكم بالكلفن لو كانت تكون بالسلسوس النتيجة هنا تكون خاطئة حذري إذن قلنا قانون الغاز المثالي كذلك نقدر نستخرجه منه كمية المادة كمية المادة هذه هي ماذا؟ هي PV على RT بشرط أن تكون أن يكون P اللي هو الضغط يكون بالباسكال والV يكون طبعا الحجم الحجم اللي هو بالمتر مكعب وليس بالليتر والآن تكون بالمول الآن طبعا وحدة دولية 8.31 والT يجب أن تكون بالكلفن حذري يعني إذا كانت بالسلسوس زيدوا لها 273 باش تولينا بالكلفن إذن مننا نقدره نخرجه قيمة الآن قلنا الآن ماذا تساوي إذن نخرجها ما العلاقة هذه إذن N تساوي إذن N ماذا تساوي N تساوي PV على N أخ عفوا على أخ إذن N تساوي PV على أخ T إذن هذا القانون القانون الغاز المثالي قلنا نقدر نستعمله باش نخرجه منه كذلك كمية المادة طبعا إحنا على حساب التمرين اللي يكون عندنا يعني إذا كانت عندنا الحالة الصلبة ندره N تساوي petit time sur grand time إذا كانت عندنا محلول ومعد ندره يدخل فيه تركيز المولي وإذا كان عندنا غاز عندنا طريقتين إما N غاز يساوي V غاز sur V M ولا نستعمله قانون الغاز المثالي اللي هو PV égal RT ومن هو N تساوي PV على RT إذن هذا هو قانون الغاز المثالي لا ننسى التحوي الحذاري قلنا دائما V لازم يكون بالمتر كوب P لازم يكون بالباسكال والT لازم تكون بالكلفن طبعا ممكن يمدلكم يعني P اللي هو الضغط يمدلكم بقيمة أخرى يعني بوحدة أخرى مثلا أتموسفير عندنا طبعا عندنا 1 أتموسفير 1 أتموسفير يساوي 1.0 13 باسكال ما أنت قدروا نحوله ممكن يمدلكم باغ يعني P يمدلكم بالباغ لازم تعرفوا باللي 1 باغ تساوي 10.5 باسكال ممتها هدوما تحويلات يعني ممكن يمدلكم يعني الضغط بالأتموسفير ولا بالباغ إذن هنا لازم ديروا بعض التحويلات إذن الحصة اليوم هذه هي نتوقفوا هنا ما زال عندنا معلومات أخرى نحن ديروهم في الحصة المقبلة إن شاء الله إذن إلى حصة أخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة